بثمن بخس أو بسعر الجملة أو بالمجان تشكل لجان وكتل أو تحالفات أمر لا يجده العراقي إلا في بلده هذا ليس ضربا بالشخص وعلى العكس تماما فإن رموز السياسة وصناعها هم أهل الخبرة والتكتيك لكن تكتيك المغانم الشخصية والحزبية أقوى في بلد يرزخ تحت النفوذ الإيراني والأمريكي وتتابع مراحل النفوذ حتى بات العراق فريستئية دولة تريد ممارسة الالتهام يقال في صالونات شيوخ الصنعة أن أطول تحالف سياسي لم يستمر أكثر من دورة انتخابية واحدة فيما يشعر العراقي بحالة من التفاؤل المتصاعد من الفوضى المزمنة في الساحات التفاؤل يعود إلى أن العراق بات أكبر حقل تجارب للتحالفات السياسية وصناعة الخبرة والطبخ الحكومي على نار هادئة حينا ومشتعلة أحيانا الأيام المقبلة وقد تطول يستبعد فيها الميول إلى استقرار سياسي على الرغم من أن كثرة التجربة قد تحيل العراق إلى بلد ديمقراطي لكن كيف يحصل هذا التناقض في المشهد؟ يجيب المتابع للحالة المتقلبة أن التناقض أمر محقق والسبب فيه صناعة التحالفات بأيد إيرانية وأمريكية وخارطة لا تنتهي من المصالح الخارجية عبث هو إذن في جسد المستقبل السياسي والذي يربط الاقتصاد والأمن والاجتماع أما ما هو منتظر من مرحلة انتخابية مقبلة يلتصق التفسير الأكثر رواجا بأن المشهد الطائفي والحزبي الضيق سيعود بقوة إذا استمر تدخل الخارجي واللعب بأصابع النفوذ والمصالح الخروج من سفينة الحكومة قد لا يعني الغرق لكنه يعني بصورة أخرى تأثير التظاهرات على سير العملية نحو احتدام أشد وطأ مما هو عليه الآن وهذا ما يفسر ارتفاع وطيرة العنف على يد جماعات المسلحة تتقذف السلطة والحكومة والأحزاب الاتهامات فيما بينها حول المحرك الأول والأخير لهذه المشاهد الدامية فيما الجواب واضح حول المصالح وسوقها الخصب وتجارتها التي لا تنتهي إلا بوعي سياسي عراقي يبحث عنه العراقيون منذ زمن بعيد